على وقع تشبك لا يد بين ساسة العراق سواء بالسلم أو الحرب يتكشف ما تحت الطاولة ملفات فساد، قضايا نزاهة وغيرها الكثير تشير بمجملها إلى خلل بنيوي كامن بالعملية السياسية في عراق ما بعد الاحتلال ولا يكفي عندها تشخيص العلة بشخص أو حزب واحد ولأن الفساد في البلاد أضحى منظومة تصل بعضها بعضا فإن لغة الأرقام تعجز أحيانا عن رصد الكارثة إلا جزئيا ومن هذا ما كشفه النائب عن تحالف الإصلاح طلال الزوبعي بأن أكثر من عشرين وزيرا ومن هم بدرجة وزير صدرت بحقه موامر قبضا على خلفية ضلوعهم بقضايا فساد لافتان لتسليم لجنة النزاهة النيابية ملفة فساد لرئيس البرلمان لم يتخذ بحقها أي إجراء ثمانية عشر وزيرا ومن هم بدرجة وزير صدر القضاء بحقهم أوامر قبضا فيما يقبع خلف القضوان سبعة وكلاء وأربعة بدرجة وزير يضافون لمائتين وسبعة وستين مديرا عاما على الخلفية ذاتها الفساد المالي والإداري حديث الزوبعي جاء بالتزامن مع إرشيف السرقات الطافي على الصطح وبالتوازي مع احتدام الصراع بين الميليشيات والأحزاب المتنفذة كما جرى بين ميليشي العصائب وتيار الحكمة إذ وجهت اتهامات للحكيم رئيس التيار بالاستحواذ على العشرات من عقارات الدولة التي سبقا استولى عليها والده عبدالعزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى بعد الاحتلال عقارات الجادرية والكرادة وباقي المحافظات استولت عليها الأحزاب وشخصيات المدعومة من إيران وكانت حصة الأسد للمجلس الأعلى منها متصل قيمته لمائة وخمسين مليار دينار بتقدير النائب علي صيف ملف العقارات وغيره من الملفات المحذورة قد لا يسمع بها العراقيون إلا عند وصول الساسة إلى مرحلة كسر العظم لا سي موان الحديث عن الإصلاح وكشف الفاسدين مادة جاذبة شعبيا بيد أنها لا تلقى صدا على الأرض إذا التقت المصالح فالجميع شريك ومتهم أو إذا حضر الراعي الأكبر الذي يسوسهم كيفما يشاء